حامل هذا الجواز لا تذلل له الصعوبات عند مروره بالمطارات كما هو مكتوب في الصفعة الأولى منه بل يذل المواطن اليمني الراغب بالسفر إلى أحدى دول الخارج بغرض العلاج بالتأكيد لا بغرض السياحة تبدأ معاناة المواطن اليمني منذ التفكير بالسفر بداية من الحصول على تكاليفه الباهضة ثم الحصول على جواز سفر والذي يستغرقه أسابيع ثم يأتي بعد ذلك الحصول على تأشيرة دخول للدولة المنشودة مع العلم أن كل دول العالم تمنع دخول اليمنيين إلى أراضيها إلا بتأشيرة هذه التأشيرة أيضا لا يتم الحصول عليها إلا بشق الأنفس المملكة الأردنية مثلا والتي يقصدها أغلب اليمنيين لغرض العلاج تشترط للحصول على تأشيرة الدخول أن يكون خاليا من الأمراض وكأنه يريد دخولها بغرض السياحة لا بغرض العلاج الذي لا توفره بلاده دولة مصر أيضا التي يقصدها اليمنيون للعلاج أيضا كانت تسمح للمواطنين اليمنيين بالدخول عبر مطار القاهرة لمن يملكون تصاريح طبية لكن السلطات المصرية مؤخرا اتخذت إجراءات جديدة تتضمن ضرورة حصول الفئات العمرية من 16 إلى 50 عاما على تأشيرة دخول مسبقة من سفاراتها وقنصلياتها بالخارج الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الخارجية والسفارات اليمنية في هذه الدول تقف أمام معاناة أبنائها وتعنت المطارات بحقهم مكتوفة الأيدي ليبقى المواطن اليمني عالقا بين صرخة وجعه وصمت حكومته